نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم العليم بسم الله الرحمن الرحيم طيب قال لي هنا ما مقدار استطالة النابل استطالة عنده تعليق جسم وزنه قانونة 18 نيوتن يرمز له بحرف الف للوزن اذا كان ثابتا النابض له يساوي 56 نيوتن لكل متر اذا هذا هو القانون اللي رح يكون عندي قانون اللي رح يكون عندي النابل اكس الوزن على الاستطالة ولا تنسوا النقاس بالمتر طيب ما مقدار طاقة الوضع هذا المستقص الوضع صح والله المرونية المختزنة في نابض عنده ضغطه مسافة 16 هذا الاكس وناخده بالتربيع ولن ننسى نحوله الى متر بالقسمة عالمية اذا كان ثابتا النابض له يساوي 144 اذا هذا الكي وحنستخدم ان البي اي هذا القانون حقه نص ضرب كي ضرب اكس تربيع السؤال الثالث ما المسافة يعني اكس نص التي يستطيلها نابض حتى يخزن طاقة وضع مرونية مقدارها 48 جول اذا هذا البي اي اذا كان ثابت النابض له يساوي 256 وهذا الكي اذا هذا القانون الاصلي عندنا صح المطلوب الى اكس تربيع صح الى اكس تربيع يساوي من اللى معاه يجو مقام النص زي ما قلنا في الاول مضروبة في الكي اللى هو ثابت النابض من اللى حيجي فوق حيجي الطاقة المرونية بعد ما يطلع عندي الناتج حيكون الى اكس تربيع بعد ما يطلع عندي الناتج اعوض الناتج واربعه ويطلع مع الناتج بالمتر